أنعم المنعم سبحانه وتعالى على السيدة مريم بنعم عظيمة لا تحصى ولا تعد فوجب عليها أن تؤدي حق النعم وما حقها أن تشكر المنعم وتشكر النعم يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الله كعيد يا مريم داومي على الطاعة لربك وقومي في خشوع وخضوع وتواضع قال مجاهد أطيل القيامة في الصلاة لربك وقال الأوزاعي لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دما وقيحا رضي الله عنها وأكثري من السجود لله قال الأوزاعي سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها واركعي مع الراكعين شكرا لله على ما أولاك من نعم فتحفظيها من الزوال وتزدادين قربا وحبا لله كانت السيدة مريم منقطعة للعبادة في محرابها ولكنها مقبلة على بلاء عظيم بل مجموعة من الإبتلاءات فكان لابد أن تستعد لهذه الإبتلاءات بشحنة إيمانية كبيرة ولا يكون ذلك إلا بالقنوط والسجود والركوع وتأمل معي أخي الكريم في قوله تعالى أركعي مع الراكعين الراكعين يقصد بها الرجال والنساء فهي دعوة للعبادة في جماعة والخروج من المحراب وعدم الإنعزال عن الناس ولماذا قدم السجود على الركوع وذاك لأن السجود أعظم وأشرف من الركوع وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وحديثي لك الآن أنعم الله علينا جميعا بنعم لا تخصى ولا تعد فأنعم علينا جميعا بنعم عامة كالهواء والماء وضوء الشمس وغيرها وأنعم علي كل واحد منا بنعم خاصة فهناك منا من أنعم الله عليه بالصحة ومنا من أنعم الله عليه بالمال وبالولد وبالعلم وبغيره فهل قمنا بحق تلك النعم من شكر المنعم وشكر النعم قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فلنبادر جميعا الآن لشكر المنام وشكر النعم فنحفظها من الزوال ونزداد قربا وحبا لله جزاكم الله خيرا يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الله كعيد اشتركوا في القناة